وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكد محافظة الغربية طارق رحمي أن إجمالية عدد مشروعات تبطين وتطوير الترع في مركز زفتة بلغ 34 ترع بنسبة إنجاز تخطط 51.2% وبإجمالية تكلفة تطوير 540.7 مليون جنرية وشدد رحمي على الحرص الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها وذلك لضمان تنفيذ كافة المشاريع بأعلى جودة وانتهائها في الوقت المحدد لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين بقرى مركز زفتة